وطن منحازون للحقيقة سيدنا محمد روحنا على الدار يوم السبت خلال أكل من 24 ساعة في الدار حتى يوم روحناه من المستشفى وعطونا تقرير التقرير للخروج أنه لا يوجد أي مرض الولد أو أي تشوهات خلقية كما يقولون في القلب خلال أنه في المستشفى شكل الطفل ليس طبيعي يعني عليه لونه إزرق يعني مش طبيعي مخنوق تنفسه مش يعني مش زي أي طفل المهم يوم روحنا سيدنا العزيز من المستشفى وعى الدار الولد برضو نفس الشي يعني عياط ولونه مش طبيعي إحنا حملنا الولد ورحنا فيه على رمالة على الطوارئ الدكتور اللي شافه أول ما شافه الدكتور الدكتور الموجود هناك استغرب من الحالة يعني بقول أنه الدكتور اللي أعطاتهم إذن تروح الولد هذا هذا الولد عنده مشاكل في القلب قلنا لي عمي الدكتور فحصه وقال لي عمي هذا فيش في ولا إي شي وروحنا على هذا الأساس إحنا روحنا على توصيات الدكتور دخلوا المهم دخلوا على العناية وحطوا للأجهزة التنفس الاصطناعي كل شي تمام وقلونا ثاني يوم بدأ يجي مختص دكتور مختص بالقلب بدأ يفحص الولد وعلى أساس إنه حالته بتبين بالظبط شو يعني الحالة الأولية قلونا إنه فيها فتحات في القلب ثاني يوم بالظبط إجي الدكتور فحص الطفل الطفل فيه عنده شريان مسكر اللي بيغذي الرئتين باعتبار بوصلش الأكسجين عن الرئتين يعني خفيف الأكسجين بيصل الدكتور كتب لنا على وركة هاي الوركة موجودة معي مكتوب عليها تم التواصل تم الاتصال بالدكتور ووصل والمريض بحاجة إلى جراحة طارئة هذه يا سيدنا العزيز من ثاني يوم أنا دخلت على العناية من ثاني يوم بالظبط هل كي أنا سألت الدكتور شو لازم أسوي شو الإجراءات اللي لازم أسوي لأن الموضوع طارئ كاللي لازم تسوي تأمينك سوي وراك بنفس اليوم جبت لهم الوراك والتأمين يعني أنا الفحص صارت ساعة 9 ونص للدكتور الساعة 12 بكيت جايب كل الوراك اللي لازمة على سبة إنها تتوقع لأنها ضرورية هل كي أجلوني إلى ثاني يوم؟ ثاني يوم أنا رجعت على المستشفى رجعت من الصبح جهزت الوراك وكل شي تمام على سبة إنها وقعوهن برضو نفس الأشي في دكتورة في العناية بتقول لي أنا بقدرش أوكع الوراكة اليوم لأن عندي حالة طارئة عندي حالة طارئة في العناية بقدرش أوكع الوراكة خليها لبكرة يعني مع إن الدكتور موصي مع إن الدكتور موصي إن المريض بحاجة لعملية جراحية في القلب بأسرع وقت يعني هاي مرك يومين اليوم الثالث أنا رحت قالوا لي في وركة ضاعة بتنا ندور على الوركة بس عيني يكمل الملف مع إني أنا الوركة بقلوا لي إن أعطناك الوركة مع إني أنا ما استلمتهاش الوركة في الأخير المهم زبطوا الملف صارت الساعة ثنتين قالوا لي ترجع ثاني يوم مشان توقع التقرير مشان نودي الحوالي ثاني يوم اجيت من الصبح ظليت عندهم للساعة تكريبا نحن داعش تتأكدنا الحوالي موجودة عندهم وطلقوها اليوم الخامس باعتبار اليوم الرابع جاهزنا اليوم الخامس اللي هو هذا اليوم اتصل في الساعة سبعة ونص قالوا لي ابنك توف طيب أنا بدي بس أعلق على شغلة واحدة اليوم يعني زي ما بقول وزير الصحة خلنا نتطلق لوزير الصحة يعني إحنا مع الاحترام الشديد لوزير الصحة بس كلامه مردود عليه يعني هو كوزير الصحة بقول الولد مأيوس كان مأيوس من حالة الصحية وعنده تشوهات خلقية في القلب من أول يوم ولات طب أنا بدي أسأله بس إذا أنت بتقول عنده تشوهات خلقية من أول يوم كيف أطلعت من المستشفى؟ على أي أساس أطلعته من المستشفى؟ مصبوط الله لأ إذا ببكى فيه عند تشوهات خلقية معناته أنت بتعرف من أول يوم على أي أساس أنت روحت على الدور يعني لو مات في الدور إحنا كنا إحنا اللي خنكناه الطفل ثاني يوم بالزبط ثاني يوم من الولادة فحص الدكتور كان الطفل فيش فيه أي مرض يذكر فيش فيه يعني فيش فيه تشوهات فيش فيه مرض في القلب ولا فيه أي إشي وأثناء الحمل ما كانت تشوهات خلقية معنا فحصات وليس على عن ده arrني تسع شهور فحصات كل سبع فحصات فيش أي إشي يعني معنا موجود إننا معنا بلله في حالة في مع تشوه في شي ما نهائيا بس أنا بإياه بد أقول يعني إذا هوا فيه زي ما بقولوا تشوهات خلقية إحنا مضبوط ج boost في معهم مشكلة في القلب معهم مشكلة في القلب إحنا من اللون لونة هون يعني لون الولد بعد الأولادة مشOb ثاني يوم من الولادة أو ثلاث يوم من روح المستشفى ثاني يوم روح المستشفى يعني روح المستشفى يوم الجمعة الساعة تسعة أنا أخذت على العناية رجعته يوم السبت العصريات بس أنا رجعته مش رجعته على توصيات طبيب أنا رجعته لأنه ابني بعيط مش طبيعي يعني أثناء الحمل أول يوم بولادة لم كنتش تاركونا فيه مع المشكلة لا لا ما كناش نعرف فيه أي مشكلة يعني أمراض صحية مع الولد أما أنا اللي بدي علك على الموضوع إذا الدكتور إذا الدكتور المختص اللي بيجي بشخص الحالة وكلك هذي شغلة ضرورية شغلة ضرورية بتقعد خمسة أيام طب خمسة أيام أنا بكت فيه باستطاعة باستطاعة خلونا نقول لطاكم المستشفى إنه يعمل إجراءاته في 24 ساعة في 24 ساعة ويطلع الولد على هداسه هي جيتنا تحويله على هداسه بس جيتنا تحويله مبارح في الليل وهم مبلغونيش في السوسم أنا عرفت طريقة الخاصة يعني في الناس بتشتغل في الحوالات وكالولي ابنك طلع لتحويله على هداسه يعني حتى الصبح بس تصلوا علي أنا فكرت إنه بتصلوا علي إنه ابنك بدي يطلع هداسه بس همبلغوني إنه ابنك مات خلال خمسة أيام يعني خمسة أيام منجهز في وراك نحنا هذا هذا اللي صار معنا يعني ما صارش تقول يعني والله مثلا زي ما بقول مثلا وزير الصحة وزير الصحة بقول إحنا عرضنا الطفل على المقاصد والمقاصد رفضت تستكبل الطفل هذا حكي غير صحيح ومرفوض نهائيا وأنا بواجه وزير الصحة في هذا الحكي لأن الدكتور كلي بالحرف الواحد وبعظمة لسانة زي ما بقولوها منحولش على المقاصد لأن الدكتور تبع الجراحة في إيه إجازة إلى شهر في التكرير وزير الصحة بقول إن إحنا وحولناه على المقاصد بس أشان وضع الصحة تعبين ما استكبلش أول شي اعتداء على المستشفى يعني بشي مرفوض يعني أنا بالنسبة إلي بالنسبة إلي أنا يعني غير لائق إن الواحد يحل مشاكله مشاكله بمشكلة يعني مشكلته بمشكلة المفروض إنه يتوجه قنونيا وهذا أنا مع القانون أنا مع القانون أن يتوجه قنونيا بس أنا بتمنى من كل بني آدم يسمعني هلكي كل بني آدم يسمعني لو هو كذ 12 سنة في السجن وبحلم في ولد صغير إنه يحطه بين يعني يحضمه وهذا الولد صغير بهمال طبي يموت شو بدي يسوي أنه كانون بدي يحمي طب إذا الدكتور أطلع بدون ما يفحص أنا اللي صار معي كالتالي مع الدكتور أنا سألت الدكتور المداوم في العناية قلت لي يا عمي أنه مسؤول أنه مسؤول هكي أنا بتوجه لمسؤول عن حالة ابني عن وفاة ابني أنه الدكتور كان اللي بتتوجه للمدير التنفيذي أنا فيش معي لا سمح الله أنا عداوة شخصية بيني وبيني روحت على الدكتور أحمد البتاوي دخلت على المكتب باحترام سلمت عليه قلت لأنا أبوه لسمير الطفل الموجود في العناية واللي بده تحويله معنه ميت كاللي أنه سمير أنا أول مرة بسمع في هذا الطفل قلت للطفل اللي مات قبل ساعتين كاللي هو مات يعني باللهجة هذه كاللي حتى هو مات يعني أنا بعرفش عنه ميت ولا صاح أنا بالنسبة إلي كأبو والعاطفية اللي عندي ما تحملتش إني أسمح هذا الشيء أنا ما تحملتش يعني أنا اعتدأت على المكتب كمكتب اعتدأت على المكتب مظبوط وهذا اعتراف مني يعني قدام الكاميرا اعتدأت أنا يعني شخصية يعني فيش حدا يعني معي يعني حتى الشباب الموجودين في الحجز ما الهمش خاص يعني في الموضوع اللي صار بس الله ما صلى يعني لما صلى سيدنا محمد يجي كللي والله أنا ابنك يعني ابني موجود أنا خمسة أيام في الرعاية في العناية وبستنى إن والله تحويله إنك كمدير كمدير بتعرفش إنه موجود يعني هاي الورقة موجودة وركة الطبيب اللي وصى إنه حالة ابني حرجة عندك الله الطبيب المعالج وهي اسمه موجودة وتوقيعه وعندك رئيس الكسم وهي توقيعه موجود طب هاي توكيع المدير انت المدير ليش ما شفتش الوركة هاي من خمسة ايام انت وين هم يعني ليش ما شفت هاي وبعدين ليش ان هو دكتور ان هو دكتور يعني اني وزارة حكومية بتكتب توصية بخط ايد زي هذ اني وزارة حكومية يعني انا بدي اسأل لو ابن مسؤول ايجي ابن مسؤول مش انا انا واحد من الناس عادي يعني نسبة للمسائل لو ابن واحد مسؤول ايجي عليجي تتعاملوا مع اذا ما تتعاملتم مع ابني ولا في نفس اليوم باخت التحويل وبتعالج ولا بيصل المستشفى وبعدين التحويل ابتصلها يعني السؤال لجل المسؤول لو انت محلي شو بتسوي في الحالة هاي شو بتسوي اهمال طبي تطلع ابني من المستشفى بدون ما تفحصون انا بطالف فتح تحقيق انا حتى يعني قضائيا انا من حكي اني ارفع دعوة على اي انسان في الدنيا كواحد من الشعب من حكي ومن حكي الاجهزة الامنية تسمعني زي ما بتسمع على المسؤول تسمع على الفرد انا اليوم رحت كدمت شكوى رفضوها ليش رفضوها لانا دكتور انا ده كدمتها للشرطة الشرطة رفضت رفضوا يستلموها مني الشرطة رفضت رفضت تسلم مني الشكوى طب ليش شو سبب هما بقولوا ان هاي صارت شكوى فشكوى يعني زي 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 كيدية يعني مش من حكي انا ارفع شكوى ولا بس الدكتور اشان رفع شكوى ومسؤول الدكتور خلاص معقول هاي المستشفى اشان حكومية بتسمع من الحكومة بتسمعش من الفرد طب وين هي ما انت بتقول الشرطة في خدمة الشعب هذا بطل في شرطة خلاص تل واحد ياخد حكي بيدي اذا انت ما تكبلت الشكوتي معنات انا بده اخذ حكي بيدي اذا انت ما تكبلت الشكوتي انا اول ما طلع ابني من المستشفى طلع من المستشفى ورجعت على العناية ما سألتش اسم الدكتور اللي طلع ولا بكت معني اسأله ولا روح تسألت لش انت طلعت ابني مع ان ابني في حالة حرجة بكت ابني بدي موت يعني ابني لو خليت انا بس ساعة في الدور مات ما عنا مات يعني الحمد لله رب العالمين بس احنا لازم لواحد خلاص يعرف سواء كان مسؤول ولا كان فرد الصغير كبير لازم نتعامل نفس الشي مش والله اذا الدكتور اذا الدكتور ابن مرض في نفس اليوم روح يتعالج واذا والله ابن احمد سمير ابن مرض الله يلا رد يموت انا مش معترضى حكم الله ربنا اخذ ربنا اعطاني اياه وربنا اخذ مش مشكلة هذي هذي عندي انا مش مشكلة بس انا خمسة ايام بستنى في خمسة ايام بستنى في حوالة يعني اكل ما فيها لو حولتلي ومات في المستشفى انت سويت اللي عليك انت سويت اللي عليك مات انت سويت العملية مات شا سوي لك بس امن والله الاكسجين برضو عكلك يعني شغلة واحد ابني مات وبدكاترة بعرفوا اسألهم ليش مات ابني ما ماتش من مشكلة القلب اللي عنده يعني مزبوط عنده مشكلة قلب بس ابني عنده زيادة اكسجين لانهم بعطوه اكسجين عطوه زيادة اكسجين في الرئتين ان خنك مات اما اعتبرها من خطأ طبي خطأ طبي اول شي خطأ اداري اول شي خطأ اداري من طلعت ابني بدون ما تفحصها هاي خطأ اداري باعتبارها بدانشون كل خطأ طبي والخطأ الطبي انك انت عطيت ابني اكسجيني زيادة ان خنك بعدينش انا يوم ابني اخدت وحممت اركبتها منفوخة يعني وركبتها مش طبيعي راكبتها مش طبيعيا الولد مخنوق خنك انا بديش اقول لك يعني خانكينا بديهم بس من الاجهزة الموجودة انا بك انا دخلت عالعناية خمسة ايام اروع العناية مزبوط فيدي اهتمام ايش اهتمام فيه اهتمام الدكاترة والممرضين مهتموا بهتموا بس ابني ما متش عبث ابني يعني انا بعرف بالضبط شو اللي صار معه اعطوك سجيني زيادة عريعتين ابني الخانك وطن منحازون للحقيقة